مرحبا حبايبي أصحاب بوجه الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات ببرج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسا نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي أشوف أهم الأحداث اللي راح تصاروا يا أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوف راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوف أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من شخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية تتحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هواية قبل ما تغطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هواية مسؤوليات هواية راح تكون خاصة على الصعيد العالي ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايل مسؤولية بيت شايل مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم تزوجوا عنده أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أنه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مرد خسارة مالية بالسابق وهذه الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة البعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم بي أو حتى الشيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم برقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هواية أحداث قاعدة تصل بيكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل تصير لكم من أمرأة ده أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويهاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزيان يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيك الأمور التمام شوية بها ثباطوا أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطوا أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسار تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسار الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرركم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عاما مو للكل البعض وطبعا البعض اللي دا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي دا أقول لاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون مساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حاصلوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية مال السحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة حاولوا تكتمون أرزاقكم لتحشون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم الحلوة لنفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقض بالكتمان فاللي لازم تسويه أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تكتم المشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامين حسد عليها تكتم أموالك تكتم على كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتموا بهاي السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهاي السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عملهم ويعرفون أنه ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق لكم هواي أمور خاصة الأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر ومتباطئ أشوفك على الصعيد العملي تتمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت بعض منكم متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشيء مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدمه ببطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتوضع عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عندكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني لناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء أمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر كان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشيء مأثر على أمورك كلها أشوف إنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عندكم ده أشوف عندكم آلام بالظهر بالأقدام ده تصير عندكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك إنه تستشير طبيب هواي ناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح تعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عندكم شفاء ولكن محتاج من عندكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتاف وبظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عندكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ظليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر أنا بتلكم أشوف إنه الأمور تعد على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون دي غشك أو حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وأنت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح تكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديه لغيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشارك طبعا للبعض منكم ولي الكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف أنه هذا الشخص اللي من العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوف اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من وراء ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فأحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك ولي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السابنة السورد بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة انت مخدوع بي هذا الشخص اللي انت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على أموالك احذر على أغراضك أكيد انت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهذه السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك الحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطابعة بهذه الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت ما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقة هنا برج العدراء أيضا متباطئ فبعض من عندكم دا توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالآمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة أحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وأقول لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شيء آلية حاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مال الأحباط من تطلع بالأمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفه أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاصة أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي متوقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يتطلع العمل جديد ولكن هم باقي على المضمون لأن قتلكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشيون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وذا تحاول تشتغل عليك قاعد ترفضه ويعروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد تشوفك متباطئ ما قاعد تخطي خطوة إلى الأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك كنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقة تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عامل برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مارب انفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة The World هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا وإن هاي العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إلك هاي العلاقة ممكن أنت تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التاور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جتي عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مونتائج أعمالنا هاي التغييرات القدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي أدى أنه البيت إذا تجنت أنت مثل متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهما يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعد هالعلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين هاي العلاقة شنو تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية انت شنو تباني عليه هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد لها سبب أنت عندك أحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي المأثرة لأنه طرعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكونوا يا شخص من برج ناري ممكن تكونوا يا شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نام موجود يمي برج القوس برج الثور برج العدراء برج العقرب برج السرطان هاي ورقة أشوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا كنت تتعاملوا يا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أنه العلاقة هاي لازم تنتهي تشانت بس أنت كنت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا تشانت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت تحاول تأخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا الشخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت تحاول ترجع هذا الشخص لحياتك أو حاولت تترجع هذا الشخص لحياتك زيادة عن اللزم ولكن هذا الشخص انطاك ظهره وراح ممكن يكون هذا الشخص حتى بلش بداية جديدة بعيدة عنك عندك ورقة النهاية أكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي قطيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص ثالث أنت وهذا الشي اللي صدمك أو فاجأك هاي الصدمة الكبيرة تجاه شخص وقررت أن تنهي العلاقة لأنه قاعد أشوف أنه أنت خلاص قررت ما تنتبعد فرصة ثانية لهاي العلاقة انت ناهي هاي العلاقة وبالليش يصول عندي ترجمة نانسي قنقر